اهلا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا ظهور الاهل في عجمان اعتقد الكل مشغول دلوقتي بالكان ركز يا روي دخلنا في الجد دخلنا في الجد لانه المنتخب الوطني بعد واحدة من البطولات العجيبة حتى الان في كاس الامم الافريقية بطولة بتعيد موازين القوى لعناصر جديدة وقوى كروية جديدة بتظهر على سطح القرى محدش كان قبل البطولة ما تبدأ يتوقع انه ثلاثة من المنتخبات اللي كانت بتذكر ضمن المرشحين لاحراز اللقب لما كنت بتتكلم مين اللي ممكن يقولك الجزائر يقولك غانا يقولك تونس دول كان من ضمن المرشحين للقب فجأة بيغادروا البطولة بدري وبيغادروها لحساب قوى جديدة بتظهر تسمع لأول مرة عن غينية الاستوعية عن غينية عن موريتانيا عن الرأس الأخضر في حتى أصحاب الأرض نفسهم الكودفوار لغاية تنبارح اللحظات الأخيرة هم كانوا برا البطولة وغيروا المدرب والنهاردة بيتصلوا بفرنسا عشان يجيبوا هيرفي رينارد يستعروه الكام يوم دول لانهما ماشوا المدرب بس فوز المغرب على زنبيا أوقف رصيد زنبيا عنده نقطتين اتنين ففتح الفرصة للكودفوار بالتلات نقط يدخل كتالت في ملحق التوالد بقول لكم حاجات كتيرة أوي في غرائب هذه البطولة النسخة الفريدة والمختلفة لكن ميستر روي فوتوريا أعتقد مع بلوغ منتخب مصر دوره الستاشر ومواجهته الساعة عشر مساء يوم الحد مع الكونغو الديمقراطية مطلوب منه التركيز الشديد أباش مهندسي بس يا أستاذ إبراهيم ثلاث ضربات مؤثرة جدا جدا تلغبت أي حد صلاح الشناوي إمام عشهور هم بالترتيب كده يكاد يكونوا من أهم إن كانوش أهم ثلاث لعبة في المتخب وفي تقييم المباراة كلها مع يعني كل المباراة في حد يتقلق يظهر لك مروان أحيانا يظهر لك يعني مرموش أحيانا ترزجيه غالبا آه لكن التلاتة دول يعني قال لكم فعون أي مدرب يفقد الثلاثة دول في مطش مصيري نوكاوت بقى لا يمكن تعويض هؤلاء النجوم إلا باللعب الجماعي لا يمكن ما فيش حاجة اسمها فلان يعوض فلان وفلان لا في فلان وفلان يلعبوا لعب جماعي ياخدوا الفريق في حتة ممكن تعوض بقى الكلام دا كله وإحنا يا سيد إبراهيم عشان نقدر نقيم أي فريق لا يمكن نقيمه كحالة لوحدي يعني أنا لسه بقول لك نحن نفرط أحيانا يا في التفاؤل يا في التشاؤم ما فيش حاجة اسمها ده أنا سبع بطولات خلطنا تاريخ إحنا الوقت في الجغرافيا إحنا في الموقع دا في الملعب دا في الظروف دي في المناخ اللي أفرز قوة جديدة وحتواجه الكونغو وبعد كده يوم ما تتجاوزها هتواجه برضو فرق كلها فأنت لما تأخد عايز تقيم منطقة مصر قيمه في سياق دا ما أنت بتقول كده لما تطلع الجزائر حد يقول الجزائر تطلع بكل جمال بالماضي اللي الراجل خاد البطولة وقولنا ايه الفرقة دي دي فرقة عالمية بس هي النسخة التانية على التوالي اللي بتخرج من الدور لو لا ما أنا بقولك ما شافش حاجة خالص بعد ما اتكلم انه رايح من هنا وجاي هينافس على كأس العالم ما شافش حاجة النهاردة لما تيجي تشوف الكود الضرب أداء باهت لما تيجي تشوف تونس تستغرب كيف لتونس هتقدي هذا الأداء لما تيجي تشوف حتى المغرب الكاميرو حتى تأهلها حتى المغرب باستثناء السنغال مفيش فرقة قدت المستوى بتاعها طيب في حقائق البطولة دي مادام جبنا السنغال السنغال يا جماعة المنتخب الوحيد في البطولة اللي عمل العلامة الكاملة وفي قرعتنا على فكرة وفي سكتنا غنية الاستوائية في سكتنا الراوند اللي جاي يعني إذا تخطينا إن شاء الله مباراة الكونغو الديمقراطية يوم الحد الساعة عشرة حيبقى في سكتنا الغنية الاستوائية وهي أقوى خط هجوم بتسع هداف بصوا الجدول دي يعني علشان لا أعتقد فيه نسخة عربي منه يعني يعني الدورة الستاشر هيبدأ سبعة وعشرين أنجولا مع ناميبيا يوم السبت وحيلعب نيجيريا والكاميرون نيجيريا والكاميرون ده صدام عنيف نيجيريا والكاميرون وأنجولا وناميبيا القوة البدنية والمهارة الفيزين هيقابلوا بعض الاثنين عندهم أقوى بنية بدنية على مرة العصور تمالي تاجد نيجيريا والكاميرون هو أحيانا المالي عندهم قوة بدنية مفرطة طيب ده يوم السبت أنجولا وناميبيا ثم نيجيريا والكاميرون والفيزين هيلعبوا بعض في نفس الشق ده اللي هو الناحية اليمين لأن هي بس شوارب ثقافة انجليزي فحطته لكم بالانجليزي الرأس الأخضر مع موريتانيا دي برضو مواجهة قوية جدا على فكرة الاثنين القوة الجديدة دي يوم تسعة وعشرين تاني يوم على طول المغرب وجنوب أفريقيا بيرسيتاو عمل موجود كبير مع الأولاد وقدروا يصعدوا حيلق نفسه مع المغرب والفيزين حيلعبوا بعض يعني المغرب إذا تجاوز الجنوب أفريقيا هيلعب موريتانيا أو الرأس الأخضر وهو الرأس الأخضر بقت من المرشحين دلوقتي إنها تستمر إلى بعيد مع احترام يعني مع لش مع لش لا مش ها لا يعني هو حطاش موريتانيا اتنين لاكي جدا إنهم يقابلوا بعض عشان كويسين وعمل مفاجآت وفرق محترمة لكن لما تقول أنت جنوب أفريقيا ولا المغرب ولا أي فرق من الاتنين دول لا يبقى في المنطق نيجيريا أو الكاميرو الوحدة منهم هتكمل المغرب المرشح الأقوى لأنه هو يكمل ده في الشق اليمين شق الشمال اللي احنا بنلعب فيه اللي حيبدأ يوم الحد غينيا الاستوائية صاحبة أقوى هجوم حتى الآن بتسع أهداف هتلعب غينيا النتائج سابق البطولة الاتنين كافة إلى حد كبير متكافأة إنما على طول مش غينيا اللي كسبت الكودوفورة أربعة مصر مع جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو دي زائر يا جماعة زائر سابقا ولينا كلام معاها من خمسين سنة على الفكر قدمت مستويات قوية طبعا طبعا هي دولة عريقة فكرة البطولة تيبك من العراق البطولة دي مقدمة مستويات قوية هي تساوت معنا في عدم الفوز تلاتة عادل يعني هي برضو فريق قوي متماسك محققش أي مكسد صعد بالتلات نقط زي حالتنا كده فحنواجههم يعني ربنا يوفقنا حد فينا هيكسب لأول مرة لأول مرة فالكسبان من مصر والكونغو والكسبان من مصر والكونغو الديمقراطية هيلاعب الكسبان من غينيا الاستوائية وغينيا يعني إذا افترضنا أنه واحدة من الغينيا مش عارف إيه أفريقيا بقت ماذا كهب في الغينيا فيه أرباع غينيا غينيا بيساو وفيه ثلاثة كونغو من قلة الأساس هي دي الدول المنشطرة أصله يعني دول بتقضع أما قولك الساهمة حنوزق بالضبط نقطعه هو منشطرة طيب لو بإذن الله تعالى عدنا الكونغو حنلاعب واحدة من الغينيا غينيا الاستوائية أو غينيا بيساو وده حيبقى يوم سبعة فبراير يومها اتنين فبراير تعدي سكتك مين بقى حلو السنغال هتلعب كودفور السنغال ممكن تعاقب كودفور إن هي تقاهلت أنتوا ما كنتوا مشيتوا إيه اللي جاب كنت عالي فيلقوا نفسهم في مواجهة السنغال إيه اللي إذا كودفور افتكرت إنها الكودفور انسى اللي فات بقى انت هتشوف مستويات من كل الفرق مختلفة عن المرحلة اللي فات طيب قال يو ديانج بقى نجمنا مع مالي هيواجه بوركينة فاسو فإذا تخطى مالي الحصان البركيني هيلاقي نفسه في مواجهة السنغال إذا أقصت الأفيال وساعتها هيبقى السنغال في سكة مصر يبقى في الشطر اللي فوق منتخب مصر مرشح أكبر بإذن الله يتخطى الكنغو ثم الغينية أي أيا كانت من الغينية اللي فيهم وبعد كده في سكتك السنغال المرشحة أنها تتخطى كودفور ليه أنا أقولك حاجة يعني أنا مش بتوقع يعني بطبع يعني لكن عندي إحساس أن بوركينة فاسو عتكون في الأربعة دول الحصان الأسود تتخطى مالي وربما أكثر من هذه لو تخطت مالي هتلاقي نفسها مع السنغال خلاص تطيرت الكودفور السنغال هت يعني كرة فاش كده براهين فاش كده إنما ترشيحاتها أعلى من أن الكودفور ترشيحات شيء ونستنى الملعب حيقول لنا إيه منتخب مصر أنتوا تابعتوا طبعا يتقاهل تالي المجموعة بتلت نقط الرأس الأخضر سبع نقط وغانا وموزنبيق روحوا بالنقطتين شكلين مع الكنغو كده برضو اللي حيطلع هيبقوا ضربات الجزاء محدش يكزل طيب قلتلكوا مصر والكنغو أكثر المنتخبات تعادلا بتلت مباريات السنغال ونيجيريا ومالي والمغرب أقوى دفاع في البطولة هدف واحد دخل شباك هذه المنتخبات السنغال ونيجيريا ومالي والمغرب التقاهل التاريخي كان لموريتانيا ونميبيا للمرة الأولى بيظهروا في دور 16 الحقيقة موريتانيا يا جماعة عاملة مشروع كورة مهم جدا يعني إن هي تقدم لمؤسسة الكاف شخصية إدارية في حجم أحمد ولديحيا يبقى نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ويبقى عنصر مؤثر في منظومة الكاف ده ينم على إنه في مشروع للكورة في موريتانيا إن أنت تبدأ تشوف أندية من موريتانيا بتنافس في بطولات الأندية دي برضو جديدة إن أنت تشوف حكام من موريتانيا الدولة العربية الشقيقة حكام فرضين وجودهم على لجانة تحكيم في الكاف ده نتاج مشروع إن أنت تلاقي منتخب بالقوة والصلابة اللي يقصي بيها منتخب الجزائر ويتأهل بجدارة واستحقاق لا إحنا بصدد تجربة حقيقية لولد يحيا في هذا البلد الشقيق فليهم كل التحية هم لأول مرة في دور الستاشر مع ناميبيا وأيضا منتخب غينيا الاستوائية نجمه إيميليو إنسوي بقى أول لعب بسجل ثلاثية خلال مباراة واحدة في كاس أمم أفريقيا منذ عام 2008 وذلك بعد تسجيلها هاتريك في مباراة غينيا بيساو المنتخبات المتأهلة بتضم 8 أبطال سابقين وده اللي بيصعب المسألة إن أنت يكون 16 منتخب اللي في هذا الدور منهم 8 سبق لهم رفع الكاس هتقول لي ده كانت أجيال سبق آه أجيال سبق لكن نخدوا بالك ما أجيال سبق يعني في النهاية منتخباتها دي طلعا من تاريخ عريق ومن دولة فيها كرة وفيها مشروع كبير عشان كده وجود 8 أبطال سابقين في دوره الستاشر بيزيد قوة البطولة مباراة دور المجموعات شاهدت وجود أول حكمة عربية في تاريخ كاس الأمم وهي المغربية بوشرا كربوي كربوبي اللي أدرت مباراة نيجيريا وغينيا بيساو وسيطرت عن نسور وسيطرت على الغينيا بيساو وكانت شخصيتها قوية في الملعب باش موندس لكن ما نقدرش نغفل يا جماعة اللامسة الكويسة للتحكم المصري أنت عندك أطقم شغالة في البطولة ما شاء الله إذا كان أمين عمر وإذا كان محمد معروف وإذا كان أيضا محمد عادل ومحمود البنة ومحمود عشور وأيضا المساعدين أحمد حسين طه وأبو الرجال لتنين مساعدين مؤثرين شوف سيد إبراهيم ما يحدث من تقلق والتحكم المصري يدين التحكم المصري أنا كنت متوقع هذا التقلق لأننا دائما كنت أقول لك ما يقول لك حكمنا بخير آه بخير من ناحية القدرة بخير من ناحية الدراية بالقانون بخير لو أرادوا أن يكونوا بخير ولكن الحسابات كتيرة قوي أستاذ إبراهيم عليهم حساباتهم الشخصية مع بعضهم حسابات المناخ العام إحنا أستاذ إبراهيم من غير زعل ولذلك أنا ما كان يقول لك ما هو التحكم المصري بخير ويقدروا يحكموا ممتش القلب الزمالك آه يقدروا طبعا هو إحنا ليه بنقول بلاش نفس فكرة إنك إنت ما يكون عندك لعيب تصاعد وعيش تحميه بلعيب من أصحاب الخبرة الصاعد ده قوي جدا وحينجح والتحكم بتاعك كويس لكن إنت عشان تحميه تحميه لن تجيب لعيب لن تجيب حك التحكم أجنبي فماتش الأهل وينضم بيرامد للموجود طيب خلينا نتكلم في التحكم لكنه الخبر المهم اللي نادي الأهل بيطمم بيه جماهيره خاص بالنجم محمد الشناوي انتهى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهل ومنتخب مصر قبل ساعات من عملية المنزار التي خضع لها اليوم في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر والمتخصص في إصابات الكاتف بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية حارس الدكتور أحمد جبالة طبيب الآلي بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب على الإطمئنان على نجاح العملية والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهل والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر يعود بعدها للمشاركة مع نديه والمنتخب على كافة المستويات دي مسألة مهمة جدا اللي أعلنوا النادي الأهلي تحاد الكرة كمان من جانبه علشان الشناوي أصيب مع المنتخب قال التحاد الكرة في بيان مقتضب له خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لعملية بالمنذر بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف على أن يغيب الشناوي عن الملاعب لفترة ثلاثة شهور تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العيلة والجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجانب الألماني لإنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بالحارس ويتمنى مجلس إدارة التحاد الكرة برئاسة جمال علام والجهاز الفني والطبي للمنتخب واللاعبين الشفاء العاجل لمحمد الشناوي يرجع بالسلامة بإذن الله واضح أن التحاد الكرة في التعامل مع إصابة الشناوي ثم إصابة إمام عشور تعلم الدرس من اللغة الشديدة اللي حطوا نفسهم فيه في واقعة محمد صلاح عشان كده إدارياً تعاملوا مع الواقعتين بسرعة شوية كان إيقاع التعامل بتاعهم إعلامياً أسرع ثم كمان كان فيه درجة من الشفافية في إعلان الموقف لحظة بلحظة وده اللي افتقدته مشكلة محمد صلاح واللي عرضت للاتحاد لشكل غير لائق أبداً إنك ما تعلنش عن موقف كابتن الفريق عندك وتستنى لما النادي الإنجليزي هو اللي يعلن لأن أنت في الشناوي وكابتن الشناوي كابتن إمام أنت تعملت بمسؤولياتها اتجاه لعيبتك وأن دي أنت صاحب القرار بصاحب الرؤية تعملت مع محمد صلاح أني لأ ليفر بولي عم أنا مليش دعوة خليه هم اللي يأخذوا القرار كنت رقم اتنين أنت حطيت نفسك كده أنت اللي تطوعت أنت تتنازل عن مكانتك عن حقك أي وقت لا يجرؤ ليفر بول لنتصرف معك بهذا التعالي في التصرف أنا مدداء جداً مدداء جداً من طريقة الإعلان من طريقة أنه يسبقنا في الإعلان مدداء أنه هو كمان باللعب لا ده بيأخذ بقرارات وحنعالجه لو سليم وكملته حنبعاته مش قرارك ده مش قرارك ولا ليفر بول ده مصر فاللي بيفرط في حقه ما يزعلش بقى والحقيقة أن محمد صلاح وقع ضحية هذا التفريط هو اللي بيدفع التمن طيب لأن هم والناس كلها متصورة إن القرار كان عند محمد صلاح لأ محمد صلاح هتقال له لا مفيش سفر هيعمل إيه خلاص خلاص طوال مارس دورك كابتن أو خد خرارك إنك تعتزل لعب الدولة ده الموضوع الثاني وما كان مستحيل كان هيعمل كده طيب يعني لعب لا يجب أن نحن نغفل حقه في الإشادة والتقدير لمجهوده اللي بيبذل محمود حسن تريزيجين الحقيقة تريزيجين لعب مؤثر جداً مع المنتخب وكل مرة روي فيتوريا بيدفع به بيحدث فارق وتأثير حمد محمود تريزيجين وصل لعشرين مباراة في كاس الأمم سجل فيه تلات دورات متتالية بواقع هدف في كل دورة كمان من الأرقام اللي كانت في البطولة إنه محمد النني خاض المباراة رقم مية له مع منتخب مصر ومحمد صلاح المصر الوحيد اللي سجل فيه أربع نسخ لكاس الأمم تريزيجين ثلاثة وصلاح أربع نسخ مصطفى محمد رابع لاعب مصري بيسجل فيه كل مباريات دور المجموعات بعد حسام حسن وحسن الشازلي ومنتخب مصر حق أسوأ سلسلة لا فوز في كاس الأمم إنه يلعب ثلاث مطرات ما يكسبش دي سلسلة سلبية جدا بالنسباله ومصطفى محمد نضم لقائمة اللاعبين اللي سجلوا الثلاث أهداف في أمم أفريقيا مع كابتن الجهري الله يرحمه كابتن بادا وعب فتح علي رحمة الله ولسه عبده فرصة وكابتن المجري مصطفى عبده وجمال عبد حميد وأحمد الكاس ومحمد زيدان وأحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه أنا بس عايز أتوقف أمام هذا تريزيجيه مصطفى محمد لا تريزيجيه إحنا حنقيمه تريزيجيه يا جماعة لعيب يعني لو لا التقلق والطفرة اللي عملها محمد صلاح لكانت تريزيجيه هو النجم الأول لكن تريزيجيه كمان بشخصيته المتوضعة داخل قلوب الناس فبيتطوعهم إلى معوه يعني أنا تحضرني كلمة الكياب تستعر بالحفيز هعملك إنك نجم إيه ده ما تتنجمش علي عجباني قوي النهاردة مصطفى محمد لأ نضج تماما وأخلصه في الملعب تماما وبيعمل اللي عليه وبيأخذ بالأسباب وبيتحرك وبيشترك بجدية ويلقى المكافأة نتمنى الله التوفيق طيب على ذكر بقى محمد صلاح والزعل النهاردة صلاح حرص إنه من خلال حسابه على تويتر أو إكس قال بدأت مبارح برنامج العلاج والتأهيل هعمل كل حاجة ممكنة عشان أكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية وبرضو بحبها وبحب ناسها أكتر حاولوا أكتر يعني حاولوا أكتر يعني بيقول اللعيبة يعني ولا بيقول للناس اللي بتنتقدوه ما هو هو تملي تويتاتو يعني كلامكم حيزود حب البلدي أكتر يعني وفي حد يصدر على عد ومن حق الناس يصدر على وطنية حد على محمد صلاح مقفه من مصر مش من حقوقه مش من حقوقه مش ضروري وده اللي أنا عايز أقوله أنت بترسم كلنا بنرسم صور لنفسنا وللآخرين فيها المغالاة والمبالغة والتطرف ما فيهش الواقع فإحنا عايزين كل واحد على مقاس الصورة اللي بنرسمها له ويبقى كل واحد مش مستني تعليق من نجم ومعاين ما تقالش يبقى اللعيب ده يتشطب ويتمسح ونقطع ونعمله بلوك يعني كل واحد عايز كل شيء على مقاشه هو على تفكيره هو يا جماعة خدوا الناس وكل واحد يتكلم باسم كل الناس الجمهور مفيش حاجة يسمى الجمهور يعني أنا أميقولك الجمهور هتقول الجمهورين هين اللي معه ولا اللي ضد ولا الزغير ولا الكبير ولا الخطبان مين هو الجمهور الجمهور كل دول وكل واحد في دول له رأي له رأي وله حق أنه يختلف مع الآخرين لكن لا ينوب عن المجموع كله إنما مش كل واحد يقولك أصل الجمهور ما كويس ما هو الجمهور أهم حاجة الجمهور أهم حاجة ليه لأن هو تلعب كرة القدم زي الفنون من أجل الناس ما تتبعها وإلا بتتلعب ليه امتع الجمهور امتع الجمهور بمختلف ثقافاته ومشاربه وانتماءاته وتفكير وأفكاره وثقافته وحاجات كتير جدا فما فيش حد يقول قص الجمهور عايز ما فيش حاجة اسمه جمهور عايز أنا عايز أنا وأنا أحد واحد من الجماهير أو معاي خمسة ستة أصحابي زي إحنا قطاع من الجماهير شايفين كده أدراب لك تعظيم سلام لكن الجمهور عايز لأ لأن أطلع لك جماهير تاني يقول لأ إحنا مش عايزين كده عايزين نبتدي نترفق ببعض شوية وما نخدش انطباعات على مقاسنا أو على مزاجنا واللي يخرج براها يبقى يستحق اللعنة طيب على يستحق اللعنة حاولوا أكتر كلمة محمد صلاح بتاشي بي مشاعر أنه شايف أنه فيه ناس بتهاجموا قوي فبيقول لهم لا ده أنا بحبها أكتر حاولوا أنتوا أكتر بقى ده إدى نفس التفسير لكلام يورجون كلوب مدربه لأنه كلوب هاجم من وصفهم بالمشككين في ولاء النجم المصر محمد صلاح في تصريحات أخيرة كان النجم المصري قد أصيب في كذا كلوب قال في تصريحات نشرها الصحف الرياضي فابريتسيو رومانو لو شكك شخص ما في ولاء محمد صلاح فعليه مراجعة نفسه والتأكد من ولائه هو شخصيا وقال كمان محمد صلاح هو أكثر شخص له ولاء لمصر قابلته في حياتي هو قبل كم واحد آه وأضاف كلوب محمد لقي صلاح حملة انتقادات كبيرة في الأوساط الرياضية آه وترك المنتخب في البطولة وحصل الكلوب جاءت بعد مباراة ليفربول بنصف نهائي منتخب مصر وليفربول يريدان نفس الشيء وهو أن يكون محمد صلاح جاهزاً للعب في أسرع وقت ممكن بس أنت هل إذا بقي في أفريقيا ولم يتمكنوا من توفير العلاج المناسب له فكان سيؤدي ذلك إلى تأخر عودته للملاعب لقد أحضرناه إلى هنا ليس الإبعاد عن منتخب مصر ولكن لتقديم أفضل علاج طبي له كل شيء متفق عليه إذا كان صلاح جاهزاً ووصل منتخب مصر إلى النهائي فسيكون معهم هناك كان ممكن منتخب مصر يتعامل مع محمد صلاح نفس التعامل بتاعش الناوي الاتنين يسافروا ويتعالجوا بمفهومنا وتحت عيننا إحنا أنت لين عايزنا أسخ فيك وتما تسخش فيه ما يجوز أنت مش عايزه يرجع هو قال قبل البطولة يعني حتى لو كانت بمجعبة ما ينفعش لكن قال إن أنا لا أتمنى أن منتخب مصر يستمر ريال مدريد ولا برشو ما ينفعش ما ينفعش إذا كان لعيب مع منتخب بلاده القرار عند المسؤولين عليه حيوفروله أعلى قدر من العناء لأنهم اللي عايزين في التوقيت ده مش أنت أنا مصلحة إن محمد صلاح يرجع أنت مش مصلحتك يرجع بعد الوقت طبعا واخد بالك دي نقطة النقطة التانية فكرة إن أنت تدفع عن لعيبك فكرة جميلة وتقول إنه عنده انتماء لكن أكتر واحد مصري قابلت تقابلت كم واحد مصر ما ينفعش القياسات اللي هي مش ممسوكة دي محمد صلاح خاطع بيحب بلده خاطع عني طبعا طبعا إيه اللي حتخليه محبش بلده بلده فتحالة دراعتها بلده قدمته بلده في كل اللي السفتقات هي اللي بيجماهرها بقى هي اللي بتخليها اكتسح صحيح فمحمد صلاح بيحب بلده وبلده بتحبه لكن مش معنى كده إنه إحنا ما نبقلناش نشتغل غلط ما نبقلناش رأي فيه التصرفات بعض يعني لما محمد صلاح زعل لما حطه صورته على الطيارة كإعلان أنا كنت شاف إن كان عنده حق بعد يقول لك وإنت ومستخصر في مصر لا دي حقوق إنت دي حقوق عند ناس تانية ممكن تعرض محمد صلاح للعقوبات فأنت ما احترمتش محمد صلاح ما سألتوش ما نستغتش معاه المرة دي محمد صلاح وفيه خناقة إنه يبقى الكابتن ها فأنت الكابتن ليه عشان بس تشيل الكأس لو كسبناه لإن ليك دور مؤثر وإنت حابب تلعبه إنت فرحان إنه كابتن مصر كان لازم كان لازم محمد صلاح بس هو هنا لقى مصر وفقت ليفربول طلب ومصر وفقت هيعمل إيه يقول لهم لقى أنا قاعد ده كلام مهم جدا فيه أرابة لكبار النجوم عن محمد صلاح نفر لإنه ما كانتش محاسبة من الجمهور قد ما كانت من النجوم بعض الفاتحة متخافش على الأهلي